اسم الدرس عمي حطاب تحلقنا على عادتنا مساء كل سبت أمام التلفاز ننتظر بفارغ الصبر البرامج الحافلة بالمنوعات والمسلسلات الشيقة وفيما نحن نتذاكر أحداث آخر حلقة من المسلسل الأسبوعي طرق الباب وإذا الطارق عمي حطاب استبشرنا جميعا بقدومه وعانقناه طويلا ثم دعاه أبي إلى الجلوس وقبل أن يستقر إلى جانبه عرج على التلفاز فأطفأه وعندئذ انقلبت ابتسامة الجميع استياء مضى والدي يسأل ضيفه عن أحوال الأهل والأقارب فأخذ عمي حطاب يحدثه عن حال أخبار الأولين والآخرين وكأننا به يتعمد إطالة الحديث فتكاثر الهمز واللمز بيننا وعلى الرغم من اشتياقنا لعمي حطاب كان بودنا لو تأخرت زيارته قليلا فموعد الحلقة الأخيرة من المسلسل قطحان وظل عمي حطاب ينتقل من موضوع إلى آخر وهو يترشف الشاي غير منتبه إلى ما يجري واضطررنا إلى متابعة أحاديثه دون رغبة منا في بداية الأمر ثم بدأ الحديث يجلبنا حين صار موضوعه مغامرات العم أيام شبابه الحافل بالأحداث الطريفة وازداد اهتمامنا فاقتربنا منه إلى أن تحلقنا حوله نرهف السمع وقد استهوتنا حركاته وقدراته الفائقة على تجسيم الأحداث بإشارات يديه وطراقص حاجبيه ونظرات عينيه المتقدتين مرة والوديعتين أخرى وكان تلون صوته يزيد الأحداث تشخيصا فهو يهمس طارة ويرفع صوته عاليا طورا ويفتسم ابتسامة خفيفة ماكرة حينا ويضحق ملء شطقيه حينا آخر كنا ننقل أبصارنا بين جميع أجزاء بدنه فلكل منها دور في شد السامع إليه ما زلنا كذلك حتى ضقت الساعة تشير إلى منتصف الليل وانتبهنا إلى أننا سهرنا على غير عادتنا نهضنا إلى النوم غير آسفين على ما فاتنا من المسلسل التلفزي ملحين على العم حطاب متوسلين إليه أن يقضي معنا ليلة أخرى لما وجدناه من متعة في مسامرته أكتشف أولا وردت الجملة الآتية في النص أقرأها وأخطار فرضية تحلقنا أمام التلفاز ننتظر بفارغ الصبر البرامج الحافلة بالمنوعات الفرضية الأولى شاهد أفراد العائلة البرامج المنتظرة الفرضية الثانية لم يشاهد أفراد العائلة البرامج المنتظرة الإجابة الفرضية التي سنختارها هي الفرضية الثانية لم يشاهد أفراد العائلة البرامج المنتظرة فهي التي ستبنى عليها أحداث النص ثانيا أقرأ النص لأتأكد من سلامة الفرضية التي اخترتها الإجابة بعد كراءتي للنص تبين أن الفرضية التي اخترناها في محلها فمجيء العم حطاب هو سبب فوات البرامج على أفراد العائلة ثالثا تحول فرح العائلة بقدوم العم حطاب إلى استياء أبين سبب ذلك وأدعم إجابتي بقرينة من النص الإجابة السبب الذي حول فرح العائلة بقدوم العم إلى استياء هو حرمانهم من متابعة أحداث الحلقة الأخيرة من المسلسل الأسبوعي وتزامنه مع موعد بثه استبشرنا جميعا بقدومه وعامقناه طويلا ثم دعاه أبي إلى الجلوس وقبل أن يستقر إلى جانبه عرج على التلفاز فأطفأه وعندئذ انقلبت ابتسامة الجميع استياء رابعا أشرح ألف أشرح العبارة المسطرة في الجملة معتمدا السياق الذي وردت فيه وتحلقنا حوله نرهف السمعة الإجابة نرهف السمعة أي ننصت بانتباه إذن الجملة تصبح كالآتي وتحلقنا حوله ننصت إليه بانتباه شديد باء أبحث في المعجم عن معنى عرجا بالرجوع إلى عين راء جيم الإجابة الإجابة والمفعول معرج وعرج بالمكان نزل به مر به وتوقف عنده أعمق فهمي خامسا أحدد في النص العبارات الدالة على قلق الأطفال من زيارة عمي حطاب ثم أقرأها الإجابة إنقلبت ابتسامة الجميع استياء فتكاثر الهمز واللمز بيننا كان بودنا لو تأخرت زيارته قليلا إذ طررنا إلى متابعة أحاديثه دون رغبة منا سادسا أحدد في النص العبارات الدالة على تعلق الأطفال بعمي حطاب ثم أقرأها الإجابة استبشرنا جميعا بقدومه ثم بدأ الحديث يجلبنا وازداد اهتمامنا اقتربنا منه تحلقنا حوله نرهف السمعة استهوتنا حركاته وقدراته الفائقة على التجسيم الأحداث كنا ننقل أبصارنا بين جميع أجزاء بدنه نهضنا إلى النوم غير آسفين على ما فاتنا من المسلسل التلفزي ملحين على العم حطاب متوسلين إليه أن يقضي معنا ليلة أخرى أحلل سابعا أقرأ الفقرتين الأولى والثانية وأحدد المكان الذي تدور فيه الأحداث الزمان الذي تدور فيه الأحداث الشخصيات الزمان الذي تدور فيه الأحداث الليل أثناء موعد بث المسلسل التلفزي الشخصيات الراوي الأب بقية أفراد العائلة والعم حطاب ثامنا ركز الكاتب على أجزاء من جسد عمي حطاب ليبرز قدرته على القص أحددها وأستدل عليها بشواهد الأجزاء التي اعتمدها العم حطاب أثناء عملية القص هي اليدين الحاجبين العينين والشطقين الشفتين استهوتنا حركاته وقدراته الفائقة على تجسيم الأحداث بإشارات يديه وتراقص حاجبيه ونظرات عينيه المتقدتين مرة والوديعتين أخرى وكان تلون صوته يزيد الأحداث تشخيصا فهو يهمس طارة ويرفع صوته عاليا طورا ويبتسم ابتسامة خفيفة ماكرة حينا ويضحق ملء شطقيه حينا آخر كنا ننقل أبصارنا بين جميع أجزاء بدنه فلكل منها دور في شد السامع إليه أبدي رأيي تاسعا كان الناس في السابق يقضون السهرات في الحديث والسمر فأصبحوا اليوم يقضونها في مشاهدة البرامج التلفزية أيهما أفضل حسب رأيك؟ علل إجابتك الإجابة السهر وتجاذب أطراف الحديث أفضل من قضاء السهر أمام التلفاز ومتابعة برامجه لأنه في الحديث والسمر إثراء للزاد المعرفي ومناسبة لتعلم سبل النقاش والتحاور وآدابه من إنصات واحترام الغير أثناء الحديث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر